بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه مولاه هذه الوحدة الثالثة والموضوع الثالث من موضوعات المنطق وهو الذي نتكلم فيه عن مباحث الألفاظ أو الدلالات لا تختص مباحث الألفاظ بلغة دون لغة بل كل لغة لها ألفاظ تعبر عن مكلوناتها وعن معانيها فكل لغة في الوجود الخارجي لها ألفاظ ولها معاني تجري عليها كما يجرع الألفاظ العربية سواء بسواء من أن دلالة اللفظ قد تكون عقلية وقد تكون طبيعية وقد تكون وضعية وكل نوع من ألواع الثلاثة ينقسم إلى لفظي وغير لفظي والدلالة اللوضعية اللفظية تنقسم إلى دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية وقد تكون الألفاظ مختصة أي خاصة بشيء معين أو مشتركة أي بين اللفظة واحدة تدل على شيئين أو منقولة يعني كانت تدل على شيء في العصل ثم نقلت إلى غيره كالصلاة مثلا كانت تدل على الدعاء ثم أصبحت بعد ذلك العبادة المعروفة أو مرتجلة أو حقيقة أو مجازا وقد تكون الألفاظ متباينة أو مترادفة متباينة كل واحدة منها يدل على معنى مضاد للآخر أو مباين له أو مترادفة أي تتوارد الألفاظ كلها على معنى واحد والتباين يكون بالتماثل أو بالتقابل أو بالتخالف وقد تكون الألفاظ مفردة أو مركبة وكل نوع له أقسام مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مباحث الألفاظ في هذا المقرر تمهيد للدلالة لا شك أن علاقة المنطق بالمعاني أي المفاهيم دون الألفاظ فهو يهتم بالمعاني وإنما يحتاج للألفاظ للوصول للمعاني لأنها القوالب التي تحفظ فيها المعاني أي لا يمكن التفاهم مع الغير وإيصال المعاني للغير إلا عن طريق الألفاظ ويتركون الألفاظ في مبحث الألفاظ ويريدون بها المعاني وذلك من باب التلازم بينهما لأنهما من لفظ إلا ويحوي معنى ولأن الألفاظ تسهل عملية التفاهم حين تريد ذكر شيئ ما مثال ذلك مثلا كلمة جمل تأتي بلفظ مجرد عن حقيقة اللفظ الذي هو الوجود الخارجي فعندما تقول جمل مثلا فإنك تتصور ذلك الحيوان مباشرة يتبادل إلى ذهنك ذلك الحيوان الضخم أو بعبارة أدك فائدة اللفظ لتحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها يعني يحضر المعنى إليك تصور الجمل ذلك الكائن الكبير في ذهنك وكأنه وصل هو والحقيقة الذي وصل هو اللفظ والجمل بذاته لم يصل فلا تأتي بالجمل بعينه حين تريد إيصال المعنى بل تأتي باللفظ أولا الدلالة إذا سمعت تطرق الباب فإنه ينتقل ذهنك إلى وجود شخص ما يطرق الباب أو خلف الباب شخص ما فطرقة الباب دال والطارق وهو الفاعل مدلول وهذه الصفة التي حصلت للطرق تسمى دلالة والدلالة لغة ما يتوصل إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعاني قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته وأما الصلاحا فالدلالة كما قال الشريف الجرجاني كون الشيء بحالة يلزم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدل والثاني هو المدلول من العلم أي أنك تعرف شيء من شيء آخر كما قلنا في طرق الباب تعرف بطرق الباب هذا الصوت الذي يصدره الباب أن هناك شيء وراءه هذا يسمى دلالة أقسام الدلالة الدلالة بما هي دلالة قد تكون بالألفاظ وقد تكون بغير الألفاظ التي هي أعم من الألفاظ ولكن متبادر للذهن أن الدلالة تكون بالألفاظ إذن تعد الألفاظ مصداق من مصادق الدلالة أي فرد من أفرادها وليس هي بعينها يعني ليس هناك تلازم أبدا بين الدلالة واللفظ فقد تكون دلالة بغير لفظ كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى والدلالة لفظية وغير لفظية تنقسم إلى أقسام القسم الأول الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ودلت هذه الملازمة بواسطة العقل أو استدل بواسطة العقل على تلك الملازمة وهي تنقسم إلى قسمين القسم الأول دلالة عقلية لفظية كدلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ فإنك مباشرة بعقلك حتى وإن لم تر شيئا عندما تسمع صراخ طفل مثلا تعرف أنه ألم به شيء أو أنه نزل به شيء آذى القسم الثاني دلالة عقلية أيضا ولكن غير لفظية الأولى لفظية وهذه غير لفظية وذلك مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار ليس هناك صوت هنا في الأولى هناك الصراخ وصوت لفظية وهنا ليس هناك صوت وإنما تراه ترى الدخان مباشرة يتبادل لذهنك أن هناك نار خلف ذلك الدخان القسم الثاني هو الدلالة الطبيعية والمراد بها ما إذا كانت هناك ملازمة بين شيئين ملازمة طبيعية دلت على معنى بواسطة اقتضاء الطبع وهي تنقسم إلى قسمين دلالة طبيعية اللفظية كدلالة سماعة أح على أن الشخص يتوجع من الألم عندما يتوجع الإنسان من الألم يقول أو أو أح أو نحو ذلك هذه دلالة طبيعية تنبع من الإنسان من غير إرادها أصلاً ولكنها لفظية يمكن أن ندونها نكتبها والقسم الثاني هو دلالة طبيعية غير لفظية كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الخوف وجل وجل هذه بالطبيعة الخجول يبدو عليه أمارات ذلك ومن ذلك الحمرة والخائف والوجل يبدو عليه أمارات وهي الصفرة تعلو وجهه مثلاً هذه دلالة طبيعية ولكن لا يمكن أن تكتب أبداً أما الأولى يمكن أن تكتب القسم الثالث الدلالة الوضعية وهي ما كانت الملازمة بين شيئين نشأ من التواضع أي تواضع الناس على إحداث لفظ مقابل معنى أو أسلوب مقابل معنى والوضع الصلاحاً هو تعيين أمر للدلالة على أمر آخر والدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين دلالة وضعية لفظية كدلالة الألفاظ لمعانيها أو مسميات الأشياء كدلالة الزيد على مسمى وكدلالة الجامعة مثلاً على المباني المعروفة وهكذا القسم الثاني دلالة وضعية غير لفظية لا تلفظ ولكنها يعرف منها مدلولاً معيناً وهي موضوعة أي الناس وضعوها كدلالة الإشارات والخطوط وعلامات الترقييم والنقوش واللوحات المنصوبة في تقدير المسافات يعني عندما أجد لوحة مثلاً ممنوع الوقوف أو ممنوع الاتجاه يمين أنا أقرى مباشرةً ممنوع الوقوف وإن كانت هي بشيئة معينة أو بشكل معين وكذا الخطوط التي نكتبها الآن أليست اللغات تختلف الكتابات من لغة إلى لغة؟ ما السبب في هذا؟ تواضع الناس كل يضع حروفاً يؤدي بها أو يدل بها على مراده فهي دلالة وضعية غير لفظية هذه الأمور كلها الإشارات والخطوط علامات ترقييم النقوش ونحو ذلك وما تقدم من تقسيم للدلالة لا يهتم المنطقيون منه إلا بكسب واحد وهو الدلالة الوضعية اللفظية أما ما عداها فإنهم لا يأبهون له وهم يذكرون ذلك التقسيم ليجعلوا منهم مقدمة لفهم الدلالة الوضعية أي أنك لا تستطيع أن تفهم الدلالة الوضعية ومكانها إلا بعد أن تعرض لأنواع تلك الدلالات كلها وسبب الاهتمام بالدلالة اللفظية الوضعية أن الدلالة الوضعية منضبطة يمكن أن يحتكم الناس إلى شيء معين وحيث إن الإنسان مدني بالطبع مع بني نوعه واحتاج بني البشر لتلبية مطالب الحياة من مقاصد متنوعة من مأكل ومشرب وتفاهم وأمن ونحو ذلك التي يحتاج للإنسان في كل زمان ومكان فإن أفضل وسيلة في تعامل الناس مع بعضهم يكون بالدلالة الوضعية وهي تؤدي من الأغراض والمقاصد ما لا تؤديه أي دلالة من الدلالات وهي أعم نفع من غيرها وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على الخليقة أن حصل التفاهم بينهم عن طريق الدلالة الوضعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية وأما الدلالة العقلية والطبيعية بكسميها فإنهما غير منضبيطتين وسبب ذلك أنها تختلف باختلاف الطبائع والعقول والأفهام شكرا